السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقني. ان شاء الله النهاردة هنقول لكم ازاي تشغل الوضع الليلي في هواتف اوبو. تمام? لان انا كان جالس اول في التعليقات. ازاي اشغل الوضع الليلي في هواتف اوبو. رغم ان انا كنت شراحت الموضوع ده وقت في فيديو قبل كده. بس ما السؤال ده جالي قلت اعمل لكم فيديو مخصص لوحده. تمام? عن ازاي تشغل الوضع الليلي في هواتف اوبو. بس قبل ما نبدأ الشرح بنتمنى لو انتم اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتيركم فيها القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان اول ما نعمل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار بي. طيب دلوقتي بقى هقول لكم ازاي تشغل الوضع الليلي في هواتف اوبو. تمام? طبعا فيه طرقتين يا اما عن طريق الاعدادات او من الشريط العلوي. فانا هشضح لكم الطرق الاولى وهي عن طريق الاعدادات. تمام? عشان ممكن تكون مش موجودة عندك في الشريط العلوي. ولو مش موجود عندك في الشريط العلوي هقول لكم ازاي تضيفها. طيب اول حاجة هنبدأ نشغل الوضع الليلي من خلال الاعدادات. واول حاجة هنعملها. هبدأ اضط على الاعدادات بالشكل ده. ومن الاعدادات هروح على شاشة وسطوع. تمام? هبدأ اضط على شاشة وسطوع بالشكل ده. وبعد ما اضط على شاشة وسطوع هاجة عند الاختراض اللي هو الوضع الليلي. وهبدأ اشغله. تمام? هو كده هتلقم الشغال. هتتبقى تشغله بالشكل ده كده. وكده الوضع الليلي هيشتغل على الموبايل بدون اي مشكلة. تمام? ولو انت عايز تلغي تاني تلغيه بنفس الطريقة. هتيجي عند الوضع الليلي بالشكل ده. وهتبدأ تلغي الاختراض اللقصاده بالشكل ده كده. هيرجع للوضع العادي. تمام? طيب لو انت بقى عايز عشان كل مرة ايه? ما تخدش على الاعدادات وتعمل نفس الطرقة دية. اول حاجة هتسحى بالشريط العلوي اللي هو في اعلى الشاشة بالشكل ده. بعد ما تسحى بالشريط العلوي هتيجى عند حاجة اسمها الوضع الليلي. تمام? وهتدبع تضغط عليه بالشكل ده كده. كزيلك كده الوضع الليلي هيبدأ اشتغل معاك. طيب لو هو مش موجود عندك في الشريط العلوي وكل اللي انت هتعمله ده لو انت لقيته مش موجود عندك في الشريط العلوي هتيجي على علامة المربع اللي هي هدخلها الم بالشكل ده كده وهبدأ يضغط عليها. بعد كده لو انت ملقتهاش موجودة في الايكونات اللي هي في الاعلى. ولقيتها موجودة في الايكونات اللي هي في الاسفل. كل اللي انت هتعمله. هتدى تضغط ضغطة طويلة كده على الايكونات اللي هي في الاسفل بالشكل ده. على سبيل المسال هبدأ هبدأ اسحب ايكونة الساعة او ايكونة الكامرة تمام? اي حاجة بالشكل ده هضغط عليها ضغطها طويلة وبعد ما ضغط ضغطها طويلة عليها هبدأ اسحبها كده ايه? لاعلى بالشكل ده كده. يبقى كده ايه? انضافت في الشريط العلوي تمام? وبعد كده ممكن اللي انت تشغل الوضع الليلي من الشريط العلوي بكل سهولة. هتيجي على ايكونة الوضع الليلي وهبدأ ضغط عليها بالشكل ده كده. هيفجي على الوضع اللي هو العادي. طيب لو انش سحبت الشهدات العلو تاني وضغطت على ايكونة الوضع الليلي هيبدأ يشغلك الوضع الليلي بدون اي مشكلة. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وازد عجبك الفيديو اضغط لايك. واتنسوش رشيطات فى القناة سنشجعونا اللي هنعملكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.